اشتركوا في القناة والمتنوعة والمختلفة الحقيقة إن شاء الله تنال إعجابكم خلينا بقى نبدأ معاكم بأخبارنا النهاردة أول خبر معنا هنتكلم فيه عن خطوة مهمة جدا عملها مجلس الشيوخ مؤخرا وده كان من خلال عمل استطلاع رأي بين المواطنين عن العنف الأسري ورأيهم فيه ومدى انتشاره كمان داخل المجتمع وطبيعة الفئات اللي بيظهر فيها العنف الأسري ايه كمان أهم الأسباب اللي بتؤدي أصلا لوجود العنف الأسري الاستطلاع ده أسند لقسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ونتيجه كانت غاية في الأهمية الحقيقة ده بعد ما تم الإجابة عليه من ألف مواطن ينطبق عليهم الشروط المطلوبة للاستطلاع ده الحقيقة إن نسبة كبيرة من عينة الاستطلاع كان عندها وعي بخطورة العنف الأسري وده ظهر بعد ما شاف 71% منهم إن ده سلوك مرفوض تماما والاستطلاع كمان بيّن أن العنف الأسري بيظهر بين كل الفئات بصورة كبيرة جدا وده كان رأي 59.8% من عينة الاستطلاع استطلاع الرأي تناول كمان الأسباب اللي ممكن تكون سبب في حدوث العنف الأسري وده كانت واحدة الحقيقة من أهم النقاط فيه علشان نلاقي إن 61.6% من العينة شايفين إن تراجع التربية في مقدمة أسباب العنف داخل الأسرة وده حاجة بقى تخلينا نعيد تفكير تاني في طريق التربية أطفالنا بشكل عام ويبقى عندنا وعي أكتر بالطريقة اللي ممكن نربيهم بيها وتبعدهم تماما في المستقبل عن أي شكل من أشكال العنف اللي ممكن يمارسوه تجاه غيرهم الاستطلاع صلت الدوق برضو على نقاط أخرى مهمة جدا زي مثلا إن وسائل التواصل الاجتماعي سهمت بشكل أو بآخر في ارتفاع نسبة العنف الأسري داخل المجتمع غير كمان إن 79.3% من عينة الاستطلاع شافوا إن العنف الأسري زاد جدا خلال فترة جاءة فيروس كورونا وده بيتطفق الحقيقة مع كتير من الدراسات واستطلاعات الرأي اللي اتعاملت خلال فترة الإغلاق وتوصلت لنفس النتيجة تقريبا استطلاع الرأي تطرق للأثار اللي بتترتب على العنف الأسري واللي بتكون كبيرة جدا في مقدمتها طبعا التفكك الأسري والطلاق واحتمالية الانحراف أو ارتكاب الجرائم هي طبعا كلها أمور ما تمنهاش أبدا إنها تحصل لأي حد من ولادنا أو أطفالنا لأنهم في النهاية ما لهمش أي زنب في المشاكل دي أو في موضوع كمان العنف الأسري وحقهم عادينا بقى إننا نكتهد في تربيتهم ونوفر لهم بيئة صحية وقامنا أكتر تساعدهم إنهم يتطوروا وتساعدهم على بناء مستقبل مضيئ هو ده بقى دور الأسرة اللي أكد عليه الاستطلاع في نتائجه واللي من غيره أكيد يعني مش هيتم تحقيق أي تقدم